ريبكة أبو ناضر سأطرح عليك 10 أسئلة حاضرة حاضرة إعلامية مثليك مشهورة وعطول تحت الأضواء لماذا تجوزت؟ مش لأنه ما بدي أتجوز لأنه مصر نصيب صراحة مع أنه يمكن تسأليني إذا بندم لأن ما تجوزت أنا بحب العيلة بحب الأولادي كتير ولكن إجيكي عرسان إجيكي رجل سياسي كمان من بينهم بس أهضم أهضم طلب هو من أحد المشاهدين بتفاجأ أنه طلبني من ليبيا ولا وعمل لي الدماض على الهوى وأنا معرفت شو بدي أعيي يعني تلبكت معرفت شو بدي أقوله وقامتها الستة الوالدة بقى تجي من ليبيا على لبنان أنت مع زوجي المثليين؟ ما عندي شي ضد المثليين ولكن أنا أكتر بأمن بالطبيعة يعني رجل وامرأة بس أكتر من هيك ما بدي زيد هل أنت مع الجنس قبل الزواج؟ ما تعبت أنك تضلك تلاقي حلول للناس ببلد؟ ما أنه سألين عن الناس بكل صراحة؟ لما بتكوني جدية إلا ما تلاقي حلول يعني لأنه أنا لحد اليوم ما رفعت تليفون من 40 سنة إلى هلأ 40 سنة إلا ما كان في تجاوب معي ما حدا مثلا كسفني ثورة 17-20 كيف توصف فيها؟ بحب أن تكون أنا مع الناس هل فعلا فقدنا الزمن الجميل بالأعلام؟ مش بس بالأعلام فقدنا الزمن الجميل والدليل أنه بيكلموا الناس منقول رزق الله بتخافي من الوحدة؟ كل إنسان بيخافي خصوصا يلي بيكون عايش بيجو مع الناس يعني نهاره من ساعة ما بيبلش لساعة ما بتنامي أنت مع الناس يعني إن كان على التليفون أو معلي بتشوفهم وبتلتقى فيهم توصي لوقت من الوقات هيك أنت بينك وبين حالك خصوصا كنت منك مزوجة ريبيكا أبو نادر جوابت على عشر أسئلة شكرا لإلك شكرا لإلك زينة مرسي